السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم في خناتكم الجميلة أو معتز الإلكترونية على اليوتيوب بالنسبة للأول مرة لا ينسى اللايك والشرك في الخناة وأهم حاجة فعل الجرس على الكل عشان يوصلكم إنه كل جديد كل ما يخص الإلكترونيات من شرحات وأعطال وكل ما يخص الترددات الفضائية على جماعة الأخمار وكل ما يخص الأحداث الرياضية والقنوات الماقلة له بازنا بالله يتبعني يستفيد من الحلقات اللي أنا بقدمها لكم أول بأول تعالوا بنا نشوف الحلقة النهاردة بتتكلم عنها ترد جديد وحاصر زهر على النيلسات لقناة الشبابية واحدة من أجمل وأروع القنوات اللي هتقدم فن ودراما وبرامج متنوع وقناة روعة جدا وإضافة جميلة مميزة جدا لقناة النيلسات لو القيمة اللي عندي خلاف اللي أنا بشرح حلقة بسهولة جدا هتدخل على الشرحات الموجودة داخل قناتي وهتلاقي فيها طرية إضافة القنوات أو الترددات على جميع الأجهزة وجميع الرسفرات وجميع شاشات العرض اللي بتحتاجها على الرسفر داخلي أما بالنسبة لاكتر من 20% من الأجهزة الموجودة هنضغط من الرماط على الظرار المينيو ونقف على قيمة وفاية كلمة تركيب بقف على قيمة التركيب بضغط لها بالزرار أ오كي هيزور لقيامية ، وفاية قيمة الترددات بنزل علها وضغط اوكي وبالنسبة للقائم الانجليش هضغط من الرموت على زرار الميني ووقف على كلمة انسلاشن وضغط اوكي هيظهر معاى قائمة تانية وفاية كلمة ترانزبوردة اللي استبادة انزل عليها وضغط اوكي ومجرد ما بضغط على قائمة الترددات بزرار الاوكي هلاحظ انه ظهر معايا قائمة الترددات اللي قدام حضرتكو كل اللي هعمله هضغط من الرموت على زرار الاحمر وكتب التردد بتاعه وبعدين هضغط اوكي واتأكد ان الاشراء موجودة على التردد وكل اللي هعمله بعد كده هضغط من الرموت على الزرار الازرق واضغط اوكي عشان يظهر لي قائمة جميلة مكتوب فيها كلمة اسكان او البحث في اعلى القائمة ومجرد ما بضغط على القائمة دي بزرار اوكي الجهازة يبحث التردد بتاعي ويظهر لي رسالة هل تريد الحفظ بتأكد ان انا وقف على كلمة اس او نعم واضغط اوكي من الرموت وبالتالي الجهاز هيحفظ التردد ويزهر لي القناة الجديدة اللي أنا بملها لحضراتكم في كل فيديو أو في كل شرح القناة اللي معنا في حلقة النهاردة قناة روعة جدا اسمها الشبابية زهرت على النهل ست بتاريخ شهر 8 أو بتاريخ شهر أغسطس لعامة 22 قناة الشبابية موجودة على تردد 11 565 معدل ترميل 27500 والخطبية ايتشا وهرزين تلو افقي التردد اشارته عليها وسهل جدا استقباله باطباق تبدأ من 60 أو 70 سنتي ولكن بيحتاج ان يكون عند حضرتك رسيفر بيتعامل بنظام الاتش دي أو شاشة عرض بتحتها على رسيفر داخلي بيتعامل بنظام الاتش دي علشان تقدر تستقبل القناة على جهازك الشبابية واحدة من اجمل واروع القنوات اللي زهرت على النهل سات وبنصح الكل ينزلها على جهازه وبهديها لكل مشاركين وامتابعين قناة اللي بيتابعوا معي الترددات الجديدة والحصرية اول باول ولو عجبك الفيديو وحبب تتابع معي كل ترددات الجديدة والحصرية اضغط لايك والشرك في الخناة واهم حاجة تفعل الجرس عشان وصل لك كل جديد بكده حلقة النهاردة خلصت واشوفكم على خير في حلقة تانية والسلام وعليكم ورحمة الله وبركاته